يشعر يهود في جزيرة جربة تونسية التي تعتبر أنموذجاً فريداً من نوعه في العالم العربي للتعايش السلمي بين اليهود والمسلمين بالانزعاج من تركز الأقلية اليهودية بتونس في هذه الجزيرة ويعتبرون أن انغلاقهم على أنفسهم داخلها ضيق عليهم آفاق المستقبل ويعيش في تونس اليوم حوالى 1500 يهودي يتركز أغلبهم في جزيرة جربة وقبل استقلالها عن فرنسا عام 1956 كان في تونس أكثر من 100 ألف يهودي كل مرة تجي دربة تهج عباد كانت قبلها تجي دربة إذا ما قلوا مع عفستينات وفي الخمسية تجي حاجة في البلد عباد تخاف تمشي تتهج العديد من التونسيين اليهود وعلى الرغم من رد الفعل السياسي ضدهم والذي يغذيه الصراع العربي الإسرائيلي يعيشون جنبا إلى جنب مع العائلات المسلمة منذ عقود يجتمع اليهود من مختلف أنحاء العالم هنا مرة واحدة في السنة يأتون للمشاركة في مراسم الحج اليهودي السنوي إلى كينيس لغريبة أقدم معبد يهودي في إفريقيا العديد من هؤلاء المشاركين هم تونسيون من جربة يعيشون في الخارج إنه وقت الحنين إلى الماضي بالنسبة لهم جميعا